عقدت اليوم في سلطنة عمان فعليات الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين المجلس الوزري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة وبحث المجلس الوزري تطورات الأوضاع في أراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد أعمال العنف والقصف الإسرائيلي العشوائي للأحياء السكنية في قطاع غزة والذي نتج عنه مقتلة وإصابة الألاف من المدنيين والتحديات العادلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جراء ذلك وأكد المجلس الوزري على العزم المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإيجاد عملية إغاثة إنسانية عادلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعلى ضرورة تأمين إصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عادل